مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الامارات تنقلب فجأة على محمد سادس ويتخذ اجراء غير متوقع لاقنع رأي سبون ولماذا اجل وزير الخارجي احمد غطاف الخطوة وعلاقة ذلك بالتقال منهارة مع ابن زايد بداية وفي خرجة غير متوقعة كليا الامارات سريع لمحاولة خفض التوتر وسير لاول مرة عكس سيار الملك المغرب محمد سادس بعد تصعيد غير مسبوق من الجزائر وتوجيه ضربات عديدة من الدبلوماسية الجزائرية بقيادة احمد غطاف للمسؤولين الاماراتيين بعد كشف كل مخاططات الامارات والتلويح بكل خيارات والردود في ردعهم وايقافهم لوضعهم عند حدهم واعلان رفض ايمس بالمصالح العليا للبلاد من اي ان كان خاصة وان الامارات حاولت ضرب علاقات الجزائر مع عدة دول افريقية وعربية بالخصوص في منطقة الساحل لكن ومع ردس الفعل غير مسبوقة من الجزائر دادت الامارات بعد صبر طويل دام لسنوات وصمت الجزائر على كل مخاططات والاستفزازات حاليا الامارات فورا تحرك الحاد من الجزائر بقيادة بون وعطاف سارع نظام الاماراتي عكس سيار نظام المغربي المستمرين بقيادة محمد سادس في سياستهم المعادية ضد الجزائر من تشويه وتشويش دائمين لكن بنزايد باقدمه على الخطوة الاستنائية للصلح وتخفيف الغضب الجزائري على اتر اعلان دولة الامارات ومسؤولها بقيادة بنزايد رغبتهم في التعاون والعمل اكتر مع الجزائر في كل المجالات مرسلا تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون متمنيا كذلك للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازيار ورحت وكالة الانباء الاماراتية تشيد وتتني على الجزائر حكومة وشعبا كما قال ايضا منصور بنزايد انه يستطلع الى ان تشهد هذه العلاقات مزيدا من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنمى على البلدين وشعبين الشقيقين الجزائري والاماراتي وحتى تلمح لكون هناك زيارة بين الوفود البلدين ستجري قريبا هذا كله يأتي كما ذكرنا في ظل تصعيد جزائري غير مسبوق اتجاه الامارات في الرضع للإستفزازات وكشف كل مخاططات لهذا يبدو ان تصعيد جاء بنتجة واعدهم نوعا ما لعقلهم وترك استفزاز الجزائر كما يبدو ان بنزايد حاليا لا يريد ان تصاعد ضده الجزائر خاصة وانها اهم دولة في المنطقة واذا وضعته الجزائر كعقبة في طريقها وجب ازالتها في المنطقة ذلك لن يخدمه ويضر به كثيرا مع تأييد دول الذي تحضبه الجزائر كما ان الوزير احمد عطاف كان نادل بكل مخاططات وتشويشات وتشويهات من دول عدة ضد الجزائر اما بخطوة الامارات المغير مسبوقة حاليا يقول مراقبون ان الجزائر ستتاريت اكثر وترقب في دقة في المرحلة المقبلة كل تحركت الامارات وتقيمها ان كانت فعلا ستتراجع عن كل مخاططتها وافعلها ضد الجزائر او لا قبل اي قبول لصلح مباشر واستمرار للعلاقات الصلح بين الجزائر واسبانيا يدفع ملك المغرب لتهور مفاجئ وغير متوقع وهذا ما فعله هو تفاصيل ردت فعل الرئيس بون وسونشيز عليه بداية الرئيس بون ورئيس حكومة اسبانيا يخلط حسابات الملك المغربي محمد سادس ويدفع عنه للتهور وبدأ الاخير يهجمهما ويحاول الضغط لافشال الصلح حيث ضج الاعلام الاسباني باخبار كثيرة منتقدة للنظام المغربي وطالبوا حكومة بلادهم بتصدي لمحاولة محمد سادس افشال الصلح مع الجزائر اين تلجأ للضغط بورقة اغرق اسبانيا بالمهاجرين عبر الحدود المشتركة وتحديدا في مدينتي سبسة ومليليا المحتلتين من طرف اسبانيا وتقعان على الاراضي المغربية كما هو معلوم حيث فتح المغرب كل معابر امام المهاجرين الذين يحاولون دائما اجتياس تلك المدن لدخول اسبانيا عبر نقاط سهلة وكثيرة ما جعل الالاف يدخلون دون ان يعترضهم نطام محمد سادس كما في السابق وهو الذي كان قبل سنوات استفز وحاول الضغط على اسبانيا بنفس طريقة اما الان فبسبب تغيير اسبانيا لمواقفها وتنفيذها لكل شروط الجزائر وصنشيز يعتدر من الرئيس سبون بخطوات عملية مذهلة وقام بتسريع تصحيح كل اخطائه مع الجزائر حتى يرفع الرئيس سبون كل عقوبات سابقة التي فرضها على اسبانيا خاصة اتفاقية صدق وحسن الجوار ومنع كل منتجات الاسبانية اسبانيا قرر التصدي لكل ضغطات التي يمارسها محمد سادس عليهم مؤكدين انه لترجع عن مصلحتهم مع الجزائر وصلحهم وتصحيح كل اخطاء ولعلمهم بمدى اهمية الجزائر الكبيرة لهم بدل النظام المغربي اخرها الموقف المدهش لاسبانيا من الاحداث في القطاع لايقافها وكذا الموقف من القضية الصحراوية وغيرها الكثير من التطورات كل تلك الخارجات لاسبانية جعلت غضب الرئيس سبون يتلاشى ويقبل صلح مع اسبانيا وتأسي هذه التطورات بعدما شعر المغرب بداية سحب البصار من تحت قدمه حاليا حسب الصحافة عشرة الالاف من المهاجرين يسمح لهم محمد سادس بعبور الحدود المشتركة نحو اسبانيا ما احدث ازمة كبيرة وسريعة وعاجلة بين البلدين ليتبت النظام المغربي انه نظام لا يؤتمن ولا تقس فيه كما ان محمد سادس فشل في تحديه وموجهته للرئيس سبون حتى في ملف اسبانيا وكل قضايا ما يشكل عليه ضغطا شعبيا كبيرا ومتزايد هذه المرة ايضا وكان فاشلا ايضا في محاولة قلب تونس وليبيا ودول جوار على الجزائر الرئيس سبون يقلب طاولة على محمد سادس وابن زايد واول خرجة مفاجئة مع نيجيريا بعد محاولتهم اخذ المشروع من الجزائر ومباغتتها بداية الرئيس سبون يقرع العلاقات على رئيس الامارات محمد بن زايد والملك المغرب كذلك بعد محاولتهم الاخيرة لاخذ احد اهم المشاريع من الجزائر والمتمثلة في انبوب الغاز النيجيري العبر للصحراء الى الجزائر الى اوروبا وقد دخل بن زايد الخرد للجزائر بشكل متعمد لدعم الملك المغربي وضخ اموال ضخمة وشركات استثمارية مرتبطة بهذا المشروع الذي اجمع كل مراقبون ان الجزائر اوشكت على حسمه واصلا هي الاقرب لاتمامه ولم يتبقى الا اقل من اربع سنوات لتكمل الجزائر نحو نيجيريا وبدء استعماله عكس المغرب الذي حتى لو اخذ هذا المشروع فتكلفته تكون اكبر بكثير ويستغرق اكثر من 25 سنة ليكتمل كليا اذ يكلف من جهة المغرب 20 مليار دولار بينما مع الجزائر حوالي 13 مليار دولار وهو الامر الذي لن تجازف كل تلك الدول بعمله مع المغرب وترك السهل مع الجزائر اما الجزائر فتكلف اقل لقربها واصلا تمتلك بنية تحتية جاهزة للغاز وانه ببعدي تربطها باوروبا عبر البحر وسيمر الغاز نيجيري مباشرة منها نحو كل دول اوروبية سواء من جهة انبوب الغاز للجزائر مع ايطاليا او انبوب من الغاز بين الجزائر واسبانيا وكذا عبر نقلات الغاز الضخمة التي تساعملها الجزائر في بيع الكمية الاضافية الضخمة لدول العالم فمحاولة رئيس الامارات بنزايد مجاملة الملك المغرب نكاية في الجزائر بخصوص هذا المشروع وفق ما ذكرت صحف جزائرية امر يعتبر مجرد تشويش لن يكون له سأتير في طريق المشروع الذي قارب عن الاكتمال نهيك عن كون العديد من المسؤولين في النجيريا زاروا مؤخرا الجزائر معللين تمسكهم باثمامهم مع الجزائر واعطى تصريح حديث لرئيس البنك الافريقي للتنمية قال فيه انه يدعم مشروع الجزائر الانطبع بان الهيئة المالية الافريقية رجحت كفل جسل الجزائر وقال الصحف جزائرية ايضا ان بن زيد بهذه الخارجة الفاشلة ودد الجزائر يزيد من عموق التوصر بين البلدين وهي حدرته اصلا في اكثر من مرة بعد كشف كل مخاططات التي تحكد للمصالح العليا للوطن وكذا احداث مشاكل في المنطقة بمخاططات ومؤامرات تم توضحها من الصحفة الوطنية بتفصيل في اكثر من مرة فالعلاقات تسير للمجهول وغير واضح مصارها نهائيا معها اما الرئيس سبون فقطع الطريق اصلا على محاولات تشويش على هذا المشروع الضخم الذي تعاول عليه الجزائر كثيرا وتسرع وسيرة العمل عليه ويحسم بتنسيق امر المشروع مع الرئيس نيجيري والشركاء الاوروبيين لهذا فمحاولات محمد الثالث وبن زيد ينتظر ان تفشل لان الجزائر هي خليفة الغاز الروسي في اوروبا كما ان الزيارة الاخيرة للملك المغربي الى الامارات احدثت جدلا كبيرا مع الحديث عن بعض اجندتها الرئيس سبون يقلب طاولة على محمد الثالث وبن زيد واول خرجة مفاجئة مع نيجيريا بعد محاولتهم اخذ المشروع من الجزائر ومباغتتها بداية الرئيس سبون يقرع العلاقات على رئيس الامارات محمد بن زيد